السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم من جديد معكم ايمان الجار من قناة حق حلمك النهاردة ان شاء الله معنا اثبات سحب التالت من موقع لوفر فن هندخل ونشوف اثبات السحب بتاعنا وناخد جولة سريعة في الموقع انتظروني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم تاني اهلا بكم ندخل ونشوف الموقع بتاعنا النهاردة ده الموقع بتاعنا هنعمل تسجيل دخول النهاردة اليوم السادس شغلي للموقع بعد التجديد انا معي هنا 125 هنكيد ان احنا نسحبهم دلوقتي وبعد كده ناخد جولة في الموقع هنبتدي نيجي كده وهناخد الرقم ده النسخ وهندوس هنا سحب الاموال هنبتدي حاولنا على الصفحة دي مستيب فيها طبعا الباير هوت هنبتدي ان احنا نحط الرقم بتاعنا هنا 125 وقبل ما ندوس يصرف حروح على الباير عشان يشوف انا معي ايه انا اخر حاجة انا اللي دفعها 40 روبل هنعمل رفلش مع بعض 40 رفلش تاني اخر حاجة انا دفعها 40 هنروح على الموقع هنا وحندوس يصرف ونقول بسم الله تمام كده الموقع بالفعل هنروح على التاريخ علشان نشوف المعاملة تمت تمت بالفعل هي 125 وهنا الانتاج هنروح على الباير بتاعنا علشان نعمل رفش وصلت هنا هي جماعة 125 وندخل على الاسبات التاريخ هتلاقي هنا الوفر فال نهوات اسم الموقع وهنا 125 نرجع الموقع بتاعنا تاني عشان ناخد جولة سريعة فيه الموقع عبارة عن 2 صيادين الصياد الاول بيدي في 24 ساعة 110 في المية من اداعك والصياد التاني بيدي في 12 ساعة 150 في المية من اداعك هنبتدي دلوقتي نشوف لو أنا حابب أعمل استثمار بضغط هنا على حساب التعباء وبداية بقول اللي حابب يعمل استثمار يعمل استثمار على مسؤوليته الشخصية بعد ما نضغط حساب التعباء هيفتعنا الصفحة دي مستثمار فيها طبعا هنا البير هنبتدي ندخل المبلغ بتاعنا اللي احنا عايزين نعمله اداع ونضغط فوق هنا عشان يحاولنا على البير ونعمل الادع بعد ما ننزل الادع بتاعنا في الموقع هايجي هنا في رصيد الشراء مش هيدخل في حساب اي صياد غير لما حضرتك تروح على الصيادين هنا وانت بتدي تنزل لتحت شوية عشان تلاقي هنا الخالة دي فاضية هتبتدي تحط فيها المبلغ اللي انت عايز تستثمره وتضغط فوق عشان يتحول من رصيد الشراء لرصيد استثمر ويبتدي معاك 24 ساعة من الاستثمر طيب لو انت معاك رصيد هنا فيه رصيد السحب ومش عايز تسحبه وعايز تستثمر به هتبتدي تضغط هنا على سحب الاموال هيفتعلك الصفحة دي طبعا احنا سحبنا من الخانة اللي فوق دي وتحت هنا التبادل بين الرصيد السحب والشراء هنبتدي نكتب المبلغ اللي انا عايز تستثمر به هنا اذا كان المبلغ كله او جزء منه على حسب ما انت عايز هتكتب المبلغ وتقول تبادل هيبتدي المبلغ اللي هنا ينزل تحت في رصيد الشراء وبعد كده تروح على الصيادين وتبتدي ان انت تعمل اليداع بتاعك او الاستثمار بتاعك الاحالات هنا هتلاقي هنا رابط الاحالة بتاعك هنا هتلاقي رابط الاحالة بتاعك عشان تاخد 10% من الموقع المساهمة من الاصدقاء اللي انت حضفهم ده كل حاجة في الموقع ياريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسامسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته